المستوى الثاني بتداء المكون القراءة الموضوع غذاء جدتي الدرس من اعداد رشد العوفير غذاء جدتي سألت جدتي وانا اتأمل وجهها المشرق وقوامها النحيل كيف كان غذاءك يا جدتي ابتسمت وقالت كنا ننهض في الصباح المبكر نحلب ونمخض ونعد الفطور كان فطورنا غنية انه حريرة او بليلة القمح او الشعير التمر والتين المجفف الخبز الذي نخبزه وزيت الزيتون الرغائف بالزبدة والعسل الحليب او الشاي في الغداء كان الطبق العداسي او الفول اشهلنا من اللحوم اما الاسماك فلازم اكلها ثلاث مرات في الاسبوع ونختم غداءنا بفواكه الموسم تين او مش مش عناب او برتقال كانت النساء يجتمعن بعد العصر لشرب الشاي واكل الكعك والجوز واللوز في العشاء نفضل الكسكس بالسكر والقرفة او شربة خضر وقطعة جبن قلت للجدة غذائك صحي الا الفواكه نتناولها بين الوجبات كما اوصعنا به الطبيب في المدرسة غذاء جدتي سألت جدتي وانا اتأمل وجهها المشرق وقوامها النحيل كيف كان غذائك يا جدتي ابتسمت وقالت كنا ننهض في الصباح المبكر نحلب ونمخض ونعد الفطور كان فطورنا غني انه حريرة او بليلة القمح او الشعير التمر والتين المجفف الخبز الذي نخبزه وزيت الزيتون الرغائف بالزبدة والعسل الحليب او الشاي في الغداء كان الطبق العداسي او الفول اشهلنا من اللحوم اما الاسماك فلازم اكلها ثلاث مرات في الاسبوع ونختم غداءنا بفواكه الموسم تين او مشمش عناب او برتقال كانت النساء يجتمعن بعد العصر لشرب الشاي واكل الكعك والجوز واللوز في العشاء نفضل الكسكس بالسكر والقرفة او شربة خضر وقطعة جبن قلت للجدة غذائك صحي الا الفواكه نتناولها بين الوجبات كما اوصانا به الطبيب في المدرسة 2 3 سوء ان کاواك احنا احنا 80